هو يوم المسيرات الانقضاضية على وقع التصعيل هذه الطائرة المسيرة التي كانت تشق طريقها من الأجواء اللبنانية باتجاه الجليل لم تكن وحدها أكثر من ست طائرات مسيرة على الأقل أطلقها حزب الله باتجاه مواقع إسرائيلية حزب الله أعلن تنفيذ هجوم جوي بمسيرات انقضاضية استهدف ضباطا وجنودا إسرائيليين كانوا في باحة تكنة يفتاح بحسب بياناته فيما كانت طائرات مفخخة أخرى تستهدف إحدى منصات القبة الحديدية المتموضعة جنوب تكنة راموت نفتالي مما أدى إلى تعطلها كما استهدف مواقع عسكرية أخرى كالسماقة وزبدين والراهب وغيرها هجوم المسيرات هذا استدعى استنفارا إسرائيليا فدوت صفارات الانذار في معظم مناطق الجليل الأعلى كما رد الجيش الإسرائيلي بسلسلة غرات عنيفة على عدة بلدات حدودية أبرزها في مارون الرأس وبليدة وعيد الشعب والخيام وكفر حمام ولليوم الثاني على التوالي كانت الطائرات الإسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق القرى الحدودية أسراب الطائرات هذه تؤشر إلى تصعيد كبير حيث جارت العادة أن أي هجوم بمسيرات مفخخة يقابل باستهداف إسرائيلي خارج قواعد الاشتباك المتعارف عليها وأي استهداف للجولان يقابل بدربات إسرائيلية في العمق اللبناني وصلت سابقا إلى منطقة الهرمل في البقاع شرقي لبنان وأخرها في بعلبك هذه التطورات تأتي غدا تنفيذ حزب الله لهجوم آخر بالمسيرات في منطقة المنطلة مما أدى إلى مقتل عسكريين إسرائيليين وإصابة آخرين إضافة لاستهداف قاعدة إسرائيلية في الجولان تطورات تأتي على وقع التصعيد في رفح بقطاع غزة فالجبهة اللبنانية التي قال حزب الله إنها جبهة إسناد لغزة ستبقى على ما يبدو رهينة أحداثها ويومياتها وهذا يعني أن فتيل التفجير هذا سيبقى مشتعلا بانتظار مفاوضات قد تفضي إلى وقف لإطلاق النار سلمان عدارس كاي نيوز عربية من مرجعيون جنوبي لبنان